حدثت بيني وبين جدتي مشكلة وكانت مريضة فقالت وهي غاضبة وصيتي ألا تزورني في حياتي ولا تشهدت جنازتي بعد موتي فأصابني الهم وأخذني الحزن بسبب ما قالت فأرسلت إلى أهل العلم سؤالا عن حكم ما أوصت به فكان الجواب الوصية بمنع إنسان من زيارة الحي أو حضور دفنه وعزائه إذا مات وصية محرمة لما فيها من الدعوة إلى القطيعة والإثم بل إن فيها من مفاسد إذكاء العدوات والشحناء ما هو ظاهر ولذا لا يجب تنفيذها بل لا يجب تنفيذ شيء من الوصايا إلا ما كان فيه قربة وبر قال ابن رشد رحمه الله لا يلزم أن ينفذ من الوصايا إلا ما فيه قربة وبر وجاء في الموسوعة الفقهية في جملة شروط الموصاب أن لا يكون الموسى به معصية أو محرما شرعا إذ القصد من الوصية تدارك ما فات في حال الحياة من الإحسان فلا يجوز أن يكون الموسى به معصية ويشار هنا إلى أن الفقهاء يشترطون أيضا أن يكون الموسى به مالا متقوما أو ما كان في معناه وهذا يخرج محل السؤال وما كان من أمثاله من باب الوصية من أصله لكن شاهد من نقل كلامهم هنا أن نصهم على تحريم الوصية بما فيه معصية يدل على المنع من مثل هذه التصرفات لما فيها من المعصية والتحكم المحض الذي لا مصلحة للمتوفى فيه بوجه من الوجوه مع ما فيه من حرمان صلاة عبد مسلم عليه واستغفاره له وكل ذلك ممنوع والله أعلم